موسيقى صباح الخير مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من كلام بيروت معضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب فادي الهبر أستاذ فادي أهلا وسهلا فيك صباح الخير رح نبدأ الحلقة من المملكة العربية السعودية والتفجير الإرهاب الذي حصل مجددا وهو ليس الأول والمواقف مما جرى أيضا بالداخل الموضوع الأمني وقرار التمديد للقادي الأمنيين وبالتالي استطباع أيضا لما قد يجري بالأخبار اليوم العنوان العونيون إلى الشارع رد الفعل تأخر ولكن إلى يوم السبت والأزمات من الكهرباء إلى موضوع النفايات إلى موضوع المياه إلى موضوع الأزمة الاقتصادية والإنجاز بمصر والمسؤولين راحوا على مصر للمشاركة بفتاح قناة السويس الجديدة وبالختام موضوع النووي وسوريا ولبنان راح نبدأ نحن وياك كما ذكرنا بموضوع التفجير الإرهابي وبالمستقبل اليوم العنوان الرئيسي 15 شهيد بتفجير إرهابي داخل مسجد في أبهى بعسير وبالتالي ليس الأول ولكن اللافت هذه المرة وكما بات معلوم هو المسجد للسنة نعم بلكن التفجير يستهدف المساجد الشيعية يعني على بالنسبة أنه الإرهاب يضرب السعودية نضرب سنة أو شيعة يضرب المملكة العربية السعودية وهيدي أكيد المملكة أصبحت يعني بعيون العالم بعد عاصفة الحزم وعاصفة الأمل يعني تشكل التوازن الدولي على مستوى الإقليمي والنجاحات على المستوى العسكري والاستراتيجي والعلاقات حتى من أمريكا للروسية لباكستان لكل الدول الإسلامية ومصفية السعودية خلينا نقول محطة أنزار من قبل الإرهاب ومصالح الدول يلي يمكن وراء الإرهابيين يلي عم بنفذوا أكانوا داعش أو غير داعش يعني صحيح أنه داعش داعش تبنى هذا التمشير بس يمكن في وراها يعني مصالح كبيرة لدول يعني عدوة للمملكة وعدوة إذا بدك لخط الاعتدال والإتلاف الدولي يلي عم يمسك بالمنطقة ويلي بشكل اليوم قاطرة السعودية اليوم تشكل قاطرة للتوازن على المستوى الدولي بدعم أمريكي يمكن روسيا أكيد حطة حدود للتفلط الإيراني على مستوى الإقليمي وهيدي أكيد فيئة تبعيتها وفيئة كلفتها وللأسف يعني هذا الإرهاب هاته تجزر بمناطقنا بمناطق الدول العربية وبدوا أكيد يعني عونة الدول العالمية ولكن بطريقة نزيهة وطريقة صادقة يعني التعاطي مع الإرهاب لأن المسبب للإرهاب معروفة هي دول التطرف وبلشت بالبرميل على الشعوب العربية وأكيد ردت فعلها بتكون بالإرهاب أستاذ فادي أيضا الكثير من المواقف من مختلف الدول العربية والأجنبية صدرت واستنكارا لهذا التفجير كما ذكرنا في أبها أيضا الرئيس سعد الحريري اعتبر أنه هذا التفجير هو محاولة من أعداء الدين والعروبي لاستهداف المملكة ردا على يعني مواجهته السياسة التوسعية في المنطقة يعني خلينا نقول أنه في ردود كارثية سلبية إرهابية بعب تفجر الجوامع والمساجد للأسف يعني وصلت يعني إذا بدك إلى هذا الدرء يعني للأسف يعني الوسخ بمعنى يعني التفلط من الإنسانية ويعني تدمير والكل مستهدف الكل مستهدف مش مذهب معينة إنه ليش عال نقول أنه على طول الاستهداف في السعودية في السعودية في السعودية يعني مبين والمناطق يعني الدول اللي هي صديقة لا يعني في مصر يلي هني بداخل الحل في الاقتلاف الدولي العربي خلينا يعني هيدا شغلة يعني بتشكل ليفتي يعني بشكل أو بآخر من وراء هذا ليه عم بتصير هيدا الأمور بوقت أنه إذا بدك تتعازم أو تكتلات على مستوى تفعيل السلام يعني مبعد الخمسة زائد واحد النومة مع إيران يعني هل هو هل هذه الدول أمريكا وروسية والدول الأوروبية أو الخمسة زائد واحد بشكل عام ستدبط إقاع التفلط لإيران بالمنطقة هيدا كمان سؤال وردات الفعل أكيد يعني كل الدول تتجمع لمحاربة داعش تحديدا هون استاذ فادي في هذا الموضوع تحديدا هي رسالة للضغط على المملكة بموضوع ما يجري في اليمن وغير اليمن ولكن اليوم هناك كلام عن محاربة الارهاب كل الدول كما ذكرت تحارب الارهاب هو ضغط لتغيير موقف المملكة بطريقة الانضمام علما أن المملكة منذ البداية أكدت على محاربة الارهاب وتحدثت عن سبب هذا واضح خلينا ما نضيع البوسلة يعني الدولة المتقدمة في محاربة الارهاب من أيام الملك عبدالله إلى اليوم إلى الملك سلمان هي المملكة العربية السعودية هلأ بوقت أنه يتعازم دور المملكة على المستوى الإقليمي والدولي وعلى المستوى العسكري ونحن نخليه في لافت على المستوى العسكري أصبح هناك ارتقاء على مستوى إذا بدك التكنولوجي العالمي فرضت وجوده في المنطقة أكيد في ردات فعل هلأ على المستوى الأمني مثلا ولي العهد ما هو مسؤول عن الارهاب المملكة ما قبل ما يعمل ولي عهد يعني هناك اختصاص من قبل الدولة المملكة إنما أكيد المملكة هي أرض واسعة ومناطق واسعة ويتسلل الإرهاب بشكل أو بآخر والإرهاب لا دينة له ترخينا نقول وللأسف يعني هالمملكة يلي هي رعية إذا بدك السلام بالمنطقة أو هي تشكل حالة أو ركيزة السلام المستقبلية يلي بيتأملوا فيه الشعوب العربية وشعوب المنطقة بالإضافة إلى إيران يعني وهذا التوازن يلي أرسته الحضور العسكري بحاصفة العزم أكيد إليه كلفته إنما نحن حسب رأينا متجهين أكثر وأكثر على مسيرة السلام في المنطقة على مسيرة الاستقرار هلأ بتاخذ وقت بشارك الأوسط عنا بالمنطقة هم على مستوى العراق محاصرة الإرهاب محاصرة داعش يعني تحديدا سوريا تقاسم المنطقة ومحاصرة داعش بأنوان محاصرة داعش بمناطقة يعني تقاسم المنطقة قليلا نقول شمالي حلب صارت دمن هيمنة تركية بالمشكلة التركية الكردي صارت دمن هيمنة تركية وكمان بالاقتلاف مع أمريكا رح نحكي عن موضوع السوري ولكن اتنين كمان جنوب سوريا كمان نفس الشي إنما نحن باللبنان نتعرض بعد الزمن الزبداني لطوق إيراني عسكري بس الجيش اللبناني مشكورا إنما ممسك منطقة عرسال وجود عرسال فقط وهذا لا يكفي بالنسبة للحدود اللبنانية يعني لحظت من كلامك كأنه تتحدث عن مفاعيل إيجابية لاحقة للاتفاق النووي الإيراني علما أنه البعض يرى عكس ذلك لا ما نشوف نحن هلأ إذا بدك تصدر الحضور المصري السعودي العربي الخليجي الربح والتقدم في اليمن يعني ممسك الوضع في جنوب السعودية وما بعد جنوب السعودية اللي هي مناطق الحسيين وإذا بدك اليمن تتجه تتجه على طريق نهاية إذا بدك يمكن تطول سنة و سنتين و ثلاثة بس وصول لدولة اليمن دولة إذا بدك فدرالية أو دولة موحدة إنما تراجع الحوسي وصالح ومبين يعني هو تراجع يومي وتفكك هذا الحلف بشكل أو بآخر لمصلحة الدولة اليمنية ياللي مدعومي من السعودية ومدعومي من الدول الاتلاف وهيدي مفاعلة كتير إيجابية على كل المنطقة لأن حسب رأيي أنا بعد الاتفاق النووي إيران ضبطت وأصبحت مجبورة مراقبة لأنه موضوع مش موضوع فقط نووي هو موضوع إزالة العقوبات ويتبع مسارات هذه الإزالة مش إنه رح ياخدوا 160 مليار مرة واحدة إلى مسار هلأ بعد قرار الكونغرس وقرار الإيراني والأخذ والمد والجزر يعني شكلت حالة تم تنقول حوار ساخن بين روسيا وأمريكا أكان في عمان أو في قطر كل هذه الأمور رايحة بالاتجاه التوازن الإقليمي التوازن الإقليمي وهون أكيد في حق لشعوب المنطقة يعني حق لشعوب سوريا حق لشعوب العراق حق هي وحق حماية إن شاء الله نكمل بحماية لبنان لأن أنا شايف إيجابيات بدأت تبلش ترسي على الوضع بلبنان إنما أكيد مش هالأد سريعة مش هالأد ملف أولة إنما نحن محليين بشكل أول وبلشنا هلأ خاصة ببداية سنة استقرار يلي هي تمديد للقوى الأمدية قيادة الجيش رئيس الأركان رح نبدأ واللواء واللواء محمد ووليد سلمان والقائد الجيش رح نفوت بهذا الموضوع تحديدا وذكرت موضوع دور الجيش على الحدود وأنه ليكفي لأنه لواء محمد خير نعم لأنه المطلوب أكتر من هيك ولكن اليوم بخطوة التمديد وبعد كل ما جرى بالشارع من اعتراضات من مواقف وسقوف عالية ستعود هذه المواقف ولكن اليوم نحن نبدأ بكاريكاتور بصحيفة الديار حول موضوع التمديد للقادي الأمنيين الثلاثة ثلاثة بتوقيع واحد والجنرال والوزير مؤبل يعني كل حد رفع الإشارة يعني هذه رسالة لللبنانيين رسالة إيجابية مثل ما بشوفة أنه تمكين مؤسسة الدولة على رأسه قيادة الجيش أو القوى الأمنية بشكل أو بآخر هناك إذا بدك حرص دولي روسي أمريكي أوروبي من كل دول العالم وحتى إيراني سعودة يعني دول المنطقة على حماية حماية الأمن في لبنان هيدا يعني هلأ بتقلي تركينوا عجنب بس تركينوا عجنب محمي هذا اللبنان محيد بشكل أو بآخر شو الضماني الضماني الجيش اللبناني هلأ كل القوى بلبنان متفقة بشكل أو بآخر على الجيش اللبناني بس بدنا مش كلهم عاطين إذا بدك الأفاق الواسعة مثلا حزب الله حاشروا بإرسال مش تركوا يتمدد على 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 الحدود الشرقية وبكل مناطق اللبنانية يعني بزيحموا مرات لمن يعوزوا بيستعملوا بس إنما هذا واقع حال بانتظار يعني إن شاء الله يكون الانتظارات يلي عايشها لبنان انتظارات إيجابية وهذه من نتمنى له ما تكون انتظارات سلبية لو مثلا صار فيه إعاقة لموضوع التمديد لو لو صار كنا فتنا أكتر بالفراغ معرضين عن مستوى القيادات الجيش الأمنية أكيد الانقسام السياسي داخل مجلس وزراء وداخل الساحة اللبنانية ما بدنا ينعكس على الأشياء الأساسية اللي هي خط أحمر على المستوى الدولي الإقليم وعلى المستوى الداخلي وبرهن للجنرال عون برهن مبارح أنه بس في وزيرين من عنده من عنده داخل مجلس المزراء يلي ما يعني زكوا موضوع التمديد لقيادة الجيش واللواء خير ولكن استفادي السؤال أنه هل قد وصلنا إلى مرحلة بغض النظر فيه كفاءة وفيه أسماء طرحة أنه ما بنقدر بقى نجدد نعين الموجود منكفي فيه هذا هو السؤال الموضوع كان هذا الكلام مطروح يعني هناك أزمة سياسية الانقسام لأن ما فيه توافق أكثر وأكثر ما فيه توافق لها السبب هذا نحن يعني عم نمدد إدارة الأزمة بس بمفعيل أساسية يعني من نمدد لقيدة الجيش واحترام القائد واحترام القائد يعني احترام الجيش ما هيك بثقافة اللبنانيين وبثقافة كل دول العالم يعني احترام يعني اللواء سلمان يعني احترام لا 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 للقيادة الحضور يعني احترام القائد حضور الجيش ونحن ما تنسى أول عنوان عند الجيش اللبناني والقوى الأمنية هو محاربة الإرهاب أول عنوان لأن طالنا بالداخل الضحية طالنا بالداخل اللبناني وعلى الحدود بس مطلوب أكيد دور أكبر للجيش خاصة على الحدود لعدم انتهاك هذه السيادة من قبل تحديدا حزب الله وجيش حزب الله يلي طالع نازل على سوريا والزباديني وبالداخل السوري يعني مطلوب من الجيش دور أكتر من دور عرسال أن يعمم حضوره على كل الحدود اللبنانية من الجنوب للشمال المرورة خلال معارك ولكن على الأقل حماية يعني حماية هاي الحماية مش بس حماية أمنية حماية السيادة هاي دي هاي ترقى ترقى على انتخاب رئيس جمهورية يعني هاي من أمن السيادة وحكينيها مرة عندك وحماية الاقتصاد وحماية الأمن وحماية أعطاء السيقة للبنانية بصحيفة النهار تقول النهار اليوم حول موضوع التمديد الثلاثي يمر بهدوء وبلا ملاحق تقول أنه مرت هذه الخطوة لقائد الجيش العمار جو قهوة جاء رئيس الأركان اللواء وليد سلمان والأمين العام مجلس العالم للدفاع اللواء محمد خير مرت هذه الخطوة بهدوء من غير أن يعني ذلك أن تداعيات هذه الخطوة قطوية لدى رئيس تكاتل التغيير والإصلاح الذي تقول أنه تريث في رده حتى يوم السبت المقبل لأنه واضح من الحلفة بـ 8 أدار كان هناك اتفاق على موضوع التمديد يعني في توافق لبناني قلنا أنه الجيش خط أحمر لها السبب ليتطعز الجنرال عون وشو عنده حركة ديمقراطية يعملها مع أنها مشكلة يعني إنما دمن إطار الأمن الموضوع الشارع عم تحكي أستاذ فاتي يعني موضوع الشارع أكيد موضوع الشارع عطول عبيهددوا بالشارع وعم بيكونوا ضعاف بالشارع لأنه ما في إذا بدك تجاوب شعبي مع الجنرال عون ضد الجيش اللبناني أو ضد المسار الصحيح المسار الصادق لسياق الأمور بوقت أنه بأصعب مناطق نحن بأصعب أوقات وبمنطقة كتير صعبة يعني بيظل هالحروب يلي صايرة على حدودنا وبالداخل العربي أكيد بتهددنا وتدعية تكبيرة ع كل المستويات على المستوى الحياتي على المستوى الأمني على مستوى إدارة الدولة على مستوى الخلاف على مستوى نفايات على مستوى مكتب يعني صار على مستوى الكهرباء وعا مستوى الماء الإداء خلينا نقول الإداء بعد حكومة العشر وزراء الجنرال عون إداء الإداري داخل مجلس الوزراء هو مرت ترئيع بترئيع لا كهرباء مع أنه مرأ الوزير بسهيل عندهم وعطينا وعطينا الأزمة مش هلأ عطينا مشروع قرار مشروع قانون الألف الألف بألف ومئتين مليار دولار ألف ومئتين مليار ومئتين مليون دولار زبنا فاطمة قول وحطيناهم بالبحر لا أنه يمكن ما صرف الاعتماد ما صرفوا لحد هلأ الوزير هلأ الوزير مثلا الوزير نزاريان ووزير كثير أيدمي وكثير شفاف وكثير كوراك بس أكيد يعني هذا تعاقب الوزراء من أيام يعني ما بلش جورج فريم لا وصول لوزراء أمال لوصولنا بموضوع الكهرباء بكير بس بموضوع التمديد أيضا بصحيفة النهار تقول للمصادر أنه العماد عون تبلغ عبر القنوات الدبلوماسية موقفا روسيا أمريكيا بالتزام الهدوء والحكمة وتحديدا بموضوع اللجوء إلى الشارع لأنه هذا يهز الاستقرار الداخلي يعني هي فعلا لو كانت صادقة هذه المصادر إلى حد هذا التدخل لما يتم التدخل على صعيد أكبر موضوع رئيسة الجمهورية تحديدا محيد لبنان محيد عن الحلول مثل محيد عن المشاكل الكبيرة يعني التحيد للبنان أنه هلأ مش وقتك يا جنيري العون يعني كمان مش وقتك يا لبنان بوقت معين في موضوع العراق موضوع اليمن موضوع سوريا موضوع يعني بداية وما رح تتخلى عن ورقة لبنان إيران ومسلمتها أكيد يعني بالتفلت يلي صاير من قبل حزب الله يعني مين حزب الله يعني الأمر الإيراني بعدم انتخاب رئيس الجمهورية أمر إيراني إنما اليوم خلينا نقول ارتسمت يعني يعني قضايا يعني تخدم الاستقرار الوطني أو تمديد تمديد الإمساك بالأزمة مثل ما قلت الله يعني في عنا أزمة بالبنان يعني خلينا نقول عم ندير الأزمة وعننا هلأ سنة على المستوى الأمنى هذا التمديد يخدم يخدم لأنه أكيد تتفض مشاكل المنطقة أو تبلش تحطها على الطاولة لنحلة بعد يعني مصالح إيران مصالح السعودية مصالح روسية وأمريكا وأوروبا موضوع بيع السلاح يلي هلأ بيتصدر يعني مصلحة الدول العالمية بيع السلاح للخليج سحب 2000 مليار أو 3000 مليار أو 1000 مليار بدل شوفيها يعني الأموال يلي جاي على مستوى العقوبات أكيد هاي دي كل رايحين يعملوا بزار اقتصادي داخل إيران مش بس على الموضوع يعني إذا بدك الأموال يلي محتجزين له في عندك مستقبل الاقتصاد الإيراني الغاز يعني في إيران يعني في عنده عمق جغرافي عنده خيارات طبيعية بقى يعني خيارات المنطقة تصرف لمصلحة أوروبا صين روسية أمريكا نعم أكيد إنما خلينا نقول يعني إيجابيا برغم كل هيدا المآيسة والجو والحروب اللي عندنا برز شيء أساسي هو إحقاق التوازن وإذا بدك التوازن المتقدم لدول الاقتلاف خلينا نبلش السعودية مصر والتكنولوجيا اللي بيتمتعه متما بلش حديثة هيدا بتشكل ضماني للحلول ما بيضل الإيراني متفلت بالداخل السوري مجاله الحية والاقتصاد الاستراتيجي ما عدنا نعرفه وين لا باليمن لا عدنا نعرفه بالعراق أكيد مش باللبنان رح يعني فيت على مصر عسينا على كل الدنيا يعني لهالسبب هذا التوازن بشكل حالة حالة يعني بداية إيجابيات على مستوى المنطقة على كل حال أيضا الجمهورية ربطت الموضوع بالاتصالات التي جارت وكأنه في نوع من التسوي بداية تسوي ما ذكرت الموضوع النووي الإيراني أنه هناك التسالات جارت بموضوع التمديد وبالتالي موضوع الاستقرار وموضوع الحفاظ على المؤسسات على الأقل أن تبقى تعمل أيضا صحيفة الأخبار زميلة ميسا مزاق تحدثت عن موضوع كيفية كيف تمت هذه الخطوة بزيارة وزير الدفاع إلى قائد الجيش وبالتالي أيضا أنه ما تمت تبليغ جنرال عون كفريق أنه بدنا نعمل بالطريقة الرسمية ولكن تمت من خلال الاتصالات وبالتالي كان هذا موضع تساؤلات أنه الكلام أنه رح ننزل على الشارع وما هنسكت على هذا الخطوة وكأنه رد فعل على خطوة حصلت مش ستحصل يعني لهيون بمشهدية حركة اللواء عباس بموضوع مشروع قانون للدفاع والعمل بالآخر داخل مجلس الوزراء هناك أغلبية الوزراء بدون بدون عنوان أساسي أنه لا للفراغ إذا بدنا يعني خلينا خلينا نقول بدنا نعين بدأ إجماع التعيين ما في إجماع بدنا لا للفراغ يعني للتمديد للتمديد يعني بشكل أو بآخر يعني تحديدا هذا التمديد الذي طال قيادة الجيش يعني القائد ورئيس الأركان واللواء خير هذا أصبح مطلب وطني ودولي وإقليمي وهذا إلني يعني مع وهذا شيء جم ولكن في شارع ينتظر من في شارع في إله كلمة في إله رأي بعد كل ما جرى سابقا نحاول موضوع الدستور والتطبيق والتعيين وبالتالي اليوم لابد من ردة فعل وإلا بقول الشارع وإن رحنا على كل حال خلينا نقول نحن بعدنا بالإطار الدستوري القانوني لما ما في إجمع داخل المجلس الوزراء ونعطى يعني بكل لكل موقع لقية الجيش نعطى خمس ست أسامي سبع أسامي كمان سبع أسامي لرأس الأركان وكمان للواء خير أكيد في غيرهم للمجلس العسكري كمان لما ما في إجمع عليهم يعني أصبح عمل هذا التدبير يلي هو دغري يعني خلينا نقوله من الآخر هو تمديد سنة لقيادات لقيادات الجيش هل موعود الجنرال بشي تاني اللي حتى تم الموافق على موضوع إذا بدنا نقول التمديد في شي يعني بالمقابل يعني هلأ بقلية بقلية تأجيل التسريح يلي صار يلي هو التمديد بيسوى الجنرال العون يعني تفهم أكيد تفهم أنه مش موعود بالرئاسة أكيد ما حدا بدوية للرئاسة إذا حصل التوافق بيسوى يعني كانوا موعود أنه كانوا موعودين أنه نمدد ثلاث سنين لكل قيادات الجيش يعني بدل ما ينعمل كان عادي نعمل بنجس النية بتهوئة هلأ تضخم تضخم قيادات يعني بدنا نعمل تمديد لكل القيادات ثلاث سنين زيادة يعني لل ثلاث سنين زيادة قبل ما يتلعوا تتقعوا وهيدي وهيدي هلأ حوار سلبي داخل القوى السياسية لأن هيدا بتأثر على القيادات يلي منتظرين ترقيتهم قيادات يعني العميد ناطر يعمل لواء هياها بالزبط هيدا هذا التضخم تضخم بقيادات الجيش هيدا مش مقبولة هيدا بدنا نقاش بمكان آخر على كل حال على كل حال بالنسبة لقائد المغوير يعني أكيد فيه ترتيب بشكل أو بآخر إنما الأولوية الحفاظ على قيادات الجيش وتمديد للقائد سنة ولقيادات القوى العسكرية رح نتابع معك استاذ فادي وتحديدا أكتر بموضوع الكهرباء والنفايات وفيه تحرك في هذا الإطار ولكن بعد التوقف الاستراحة أولى ابقوا معنا مشاهدين نتابع معكم مشاهدين هذه الحلقة من كلام بيروت مع النائب فادي الهبر عضو كتلة الكتائب اللبنانية استاذ فادي رح نبدأ بالنفايات لأنه هو الموضوع إلى جانب موضوع الكهرباء بالضغط ولكن الوزير نظريان ومدير عام الكهرباء الاستاذ حايك حكوا أنه مبدئيا هناك انفراج نوعا ما اليوم وبكرة ويستمر بموضوع النفايات وأكتر رح أبدأ بكاريكاتور اليوم بصحيفة الجمهورية ومن موضوع هذا الترابط كان يقوله أنه كل ما يجري في البلد نفايات وأزمة كهرباء وعننا مجموعة مهرجانات بكل مناطق اللبنانية بالجمهورية اليوم راي ماتيو كانت عم بتقول عم تتذكر أنه شوارع بيروت كانت تفوح برائحة الياسمين في حدا عم بقل اليوم مش معروف الريحة طالعة منك ياسمين على كل حال في وجهين للبنان لبنان مازال يستقطب المهرجانات الدولية عم ساحة كل أراضي بمناطقه من بعلبك لأهدين وأكيد النفايات في الشوارع يعني جبال النفايات هي تقتل المشهدية يعني هذا التضارب هذا هو لبنان تناقض متطرف من كارثة الإدارة الموجودة عنا يعني بالداخل بالداخل الإدارة وبداخل الوزارة ومجلس الوزارة والمسئولية بموضوع النفايات إذا بدك هي لوزير البيئة المسئولية مسئوليته باب بيتحملها وزير البيئة وأكيد الوزارة المتعاقبين والإدارات يعني هو ملف نفايات حد زيته العالم كانت تهرب منه مع أنه مع أنه إذا بدك موضوع موضوع فساد كله أموال بس أنه بموضوع النفايات خلينا نشيل النفايات من بيروت نذكر رفيق الحريري من زمان إجا تقدمي شال النفايات ببيروت بتقدمي سعودية شخصية يعني نظف بيروت من السواتر وكانت بداية حضوره السياسي على مستوى لبنان رجعت النفايات لأنه تعرقلت الإدارة ويعني هلأ إذا بدك اليوم 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 الظهر في في عنا يعني المقدمين على المشاريع قال فض العروض مبدئيا وفض العروض ثلاثة ثلاثة آه ثلاثة جي آه أساسا أنه مش جمعة آه أوكي ثلاثة جي ثلاثة جي ومبين أنه بعدها مش ريك بالموضية مش ريك وناس عم بتقول في خلاف عشو في عودة لسوكلين بسوى في عودة لسوكلين في الإنماء والأعمار في تواطق بالإدارة في مصالح في مصالح للأسف ممكن تصدير للخارج لأنه الكلفية عالية هلا هلا حسب رأي أنا رأيي أنه لازم لازم مؤقتا نصدر لبرة لأن تنظيف بيروت لازم نصدر لبرة بس مين مين بدو يقدر ياخدون وشو الطريقة وشو الكلفة وإديش الوقت تتكون حاضر لتصدر لبرة هده يا مهم لأ تنظيف شوارع بيروت مهمة كتير وشوارع جبل لبنان من النفايات هيده مهمة بعدنا مازلنا بعزقاب يعني بالوقت الصعب والإنتاج النفايات هو ممكن يرجع متضخم عبد الشوارع هده الخطة لأ ومبلش يعني ومبلش يرجع عودة النفايات لبيروت استاذ فادي في حال لازم حلها يعني عم مستوى مجلس الوزراء عيب يعني ما نحلها في حال تم الاتفاق لو بكلفة أكبر يعني تشحين لبرة هلأ شحن لبرة هده شغلة حل هلأ الحلول الثانية يلي هي تنقول التدوير والفرز والخبريات هون سؤال في حال تم الآن بموضوع مؤقت وفوري يعني شحن النفايات إلى الخارج مفروض بها الوقت يكون في خطة بدأ وقت خطة خطة بدأ ستة شهر بدأ سنة بدأ وقت محارق معامل طريقة البيئة مضبوطة تسقيف الشعب اللبناني البلديات إدارة المنطقة كل منطقة تأمن فرزة وحركتها وشغلة على طريقتها يعني المركزية الإدارية بموضوع خلينا نبلش بالنفايات كل منطقة ترتب يعني على كل حال هذه الموازنية عم بتاخدوا كانوا من البلديات صندوق البلدة من من مدخرات الهاتف والسليولار خلي يعني هذه الأموال هلأ كانت عم تتحول مباشرة لسكنين خلي كل بلدية تاخد حصتها وتدير أمورها هلأ أو قرار هذا بدأ قرار مجلس وزرائي يقرر شو بده وشو هي الخطة فعلا بفترة وجهزة تأخذ هذا القرار وتمسك بالإدارة والأموال لا اليوم نحن تنظف لبنين جبل لبنين وبيروت أكيد بجبل لبنين من غير جبال لأن جبال عندها حركتها الشمال عنده حركته البقاء والجنوب بقي بس بيروت اللي هي الأكثر أكبر حجما وأكثر إذا بدك وجعا لأنه للعاصمة اللي من تنتلي نفايات يعني كارسة كل اللبنانيين بيعيشوا بالعاصمة بالآخر وكل يعني حركتنا الاقتصادية عاصمتنا لهالسبب حل سريع هو شحن النفايات إلى خارج ولاحقا أن يكون رؤية واضحة بعيدة عن الفساد بعيدة عن بقيية وأكيد يعني شوف شوف فينا نطورها على مستوى العالم هناك يعني إذا بدك أمثلة موجودة فينا مهزش مهمة وناجحة لازم يعني وبأقل كلفة بعتقد بأقل كلفة ولو بأكثر بكلفة إنما النفايات لازم نخلص يعني من هم ما تنكبل حراش يعني يعني هيدي عبد أنه البلد في أبيض وفي أسود يعني في على طول جو حلو نرجع نقول إنه في مهرجانات في صيفية في عودة لبنانيين أكيد في شي بشع بموضوع العودة مثلا تهديد الخليجيين ما خليهم يجوا على ملال أطارية يجوا ما خليهم السيد حسن يجوا يعني ضرب إلى الاقتصاد اللبناني بدل ما يكون لبنان أهلا وسهلا بالجميع أهلا بالإيراني أهلا بالسعودي أهلا بالخليجي أهلا بالإماراتي يكون بلد الاستقرار بلد الجاذب البلد الحلو يلي عطت هايدي الصورة المهرجانات صورة حلوة يعني على كل حال ثقافية بتاعتي شو استقبال اللبناني وميري ماتيو إنه كان اللبنان ريحته زنبق هديك الأيام فينا سهل كتير يرترجع تعمري حتى الزنبق لأن اللبناني بيستهلوا على كل أخير معروف إنه الحجوزات للفنانين بتكون من قبل من وقت طويل وسيقبت بالوقت اللي إجوا كانوا كانت الحجوزات من أيام الزنبق ومسقعنا بالزبالة وبالنفايات طيب بموضوع الكهرباء استاذ هدي تحديدا جاءت أزمة الكهرباء بموضوع النفايات بالشارع تحديدا وموجة الحر المرتفع ويلي مبدئيا ممكن ترجع تستمر وزير أرتيور نادريان باريح حكي والاستاذ حايق قال أنه مبدئيا تغذية ستعود بالجنوب وبيروت من الجمعة وتزيد ولكن عطوا مبدئيا الأسباب أنه في اللاجئين كمان في ضغط على الشبكة في استهداف أعطال أيضا تم إطلاق النار على بداير عمار وفي موضوع بعض المحطات يعني تعمل ولكن مش بكامل الطاقة نعم نعم يعني على كل حال المطلوب لنأمن 24 على 24 قال المدير بدأ 3150 ميجاوات هلأ كل الانتاج عم بيكون 1700 ميجاوات بأحسن بالبيك تايم لهالسبب هيدا يعني لمن 1700 بدو يتقوص على الشريط بداير عمار ويصير فيه عطل أكيد رح يتأثر الجنوب ورح يتأثر مطار بيروت كمان يعني خلينا نقول مطلوب أكتر انتاج وتوزيع على مستوى لبنان أكيد يعني بننرجع لتتكتب الكهرباء بلك بسنتين بنرجع لموضوع التخصص البيبيبي يعني الشراكة مع الدولة مع القطع الخاص بتأمن أول شي عدم خسارة الدولة سنوية مليارين دولار أو مليار ونصف دولار حسب بسعر الفيول وأكيد بتترتب الكهرباء هو بزيت الوقت قال الوزير خلينا نقول ونعطي حقه أنه هذا قرار سياسي في ناس مناطق طويلة عريضة بعد ما بتدفع كهرباء يعني الدولة تدفع عنا كهرباء مثلا كمان في بعض تمديدات في قرارات سياسية مش تمديد مثلا الهوائة في تمديد تحت الأرض لمناطق يعني بدأ دراسة كاملة بس بتحملها مش الوزير الحالي أكيد المدير هو عاصر كذا وزير مش الوزير الحالي فقط إنما تعاقب الوزراء وتعاقب المشاريع على مستوى مجلس يعني المجلس المجلس الوزراء وخاصة وزراء الكهرباء بسحيفة النهار أيضا فيه كلام حول ما قيل حول موضوع أزمة الكهرباء وما قاله الوزير نادريا وإستاذ حيك ولكن أيضا بتشير إنه انتفاقات التي أبرمت حول موضوع زيادة الانتاج بمعامل عدي كان يفترض أنه أن توفر قدرة إضافية أو طاقة إضافية ولكن صار فيه معوقات حالة دون دالب وهنا يطرح السؤال حول موضوع الإدارة حول موضوع الخطة حول موضوع الجباية بكل المناطق بالإدارة خلينا نقول هذه المجلس الوزراء هيدا عم بيعمل شغله بتصريف أعمال بالحد الأدنى لا يعفوا ما فينا نعفيهم للوزراء بعملهم داخل إداريتهم داخل وزاريتهم إنما خلينا نقول البلد ماشي بالحد الأدنى بالحد الأدنى خلينا نقول بدنا نقطع المرحلة بدنا نقطع المرحلة بالحسنة وبالصيف أكيد فيه ارتفاع درجة الحرارة بتأثر كذا مرة يعني على الترانزيستورات على المحولات بيحترقوا بشكل أو بآخر دي موضوع تقني بس للأسف من العيب إنه من تسعين إلى اليوم بلشنا بمشروع الكهرباء وقعنا فيه بعدنا يعني وقد يكلف وقد يكلف مكلف بزيادة دعم من الدولة خمسة وعشرين مليار دولار دعم من الدولة السنوية تراكم تراكم الدعم السنوي من وقته إلى اليوم خمسة وعشرين مليار دولار وفي خطة استباقية بكلف شوي أكبر قبل كنا وفرنا لقدام نحن هذا الدعم السنوي اللي هو مرات عم بيلامس المليارين دولار ومليار ونص دولار ومليار دولار لكن مطولة هلأ مطولة لأن لتلك المطلوب المطلوب لنأمن كل أراضي اللبنانية 3,150 ميجاوات بوقت إنه بالأحسن حالاتنا اليوم منأنتج نحنا 1,700 ميجاوات مليون ونص مثل معالي الوزير مليون ونص سوري نازح سوري معوض يعني بيتطلبوا كهرباء كمين بدون بدون كهرباء مثل اللبنانية ومي فيه مناطق ما بقى فيها مي مي وكار عدنا وقعنا بقى لمن جبت سيرة المي إنه في أزمة مي سعلنا بقى على كل حال أستاذ فادي بما قالوا يعني الوزير علي حسن خليل وزير الميل من يومين بموضوع التشريع لمجلس النواب والرئيس بري دائما يتحدث عن الدولة التشريع في ظل غياب ما يجري يعني في شل الماء بالعمل التشريعي مليارات رح تروح على لبنان موضوع الرواتب قد لا تستطيع الدولة دفعه مبدئيا بشهر تشريع وبالتالي بعد في ناس ما عم ينزلوا على مجلس النواب وم بدون يشرعوا ومنهم حزب الكتائب يلي حاطوا شروط مع القوات مع أن القوات لان موقفها بوضوع أنو الجنسي وقنون الانتخاب كيرسي وقع في البلد ونحن عمو نطالب بالجنسي وقنون الانتخاب كيف؟ يعني إذا في قوانين بتلامس يعني بتلامس القانون الانتخابة يعني نحنا نحنا معا نزله أوكي امبسيق السلطة يعني بتلامس انبسيق السلطة نحنا معا نزل المجلس فقط نقطة على السطر لأنه بدنا انتخاب رئيس الجمهورية يلي عطى انتخاب رئيس جمهورية هني حزب الله والطيار العوني الموضوع المستجد عند وزير الميليه اليوم خلينا نقوله مش موضوع فقط تشريع يعني تشريع بهمه تشريع الانفاق تشريع الانفاق لأنه تألك شو نحن نحن نصرف خلينا نشرحها بشكل سريع الاثنين عشرية نحن نصرف عشر مليار دولار بهذه الاثنين عشرية عشر تاليف مليار دولار زدنا يعني شرعنا انفاق 8900 صفينا 18900 بأي لول ببلشوا يخلصوا 18900 لأن انفاق الدولة بيقرب لـ 23000 مليار يعني حركة الخمسة عشر مليار دولار ما بدوا ينفق من خارج تشريع مجلس النيابة لهذا السبب بدوا مع أنه عنده احتياط مع أنه عنده احتياط مع أنه حتى كمان بيسوى يودي للجلس المال والموازن ما قال براهيم كنعان يودي شو عنده انفاق مستجد طي خلص سنته براهيم كنعان أقول ما في جداول واضحة بموضوع الانفاق لا 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 ما أدم ما أدم جداول واضحة بدنا نعشها تنفوت على جلسة تنعطي التشريع على كل حال نحن موضوع هذا التشريع في عنده بالاحتياط وفيه ينفق وما في خطر على نرجع لقضية الحكومة قبل شو صار أنه تم الانفاق من دون يعني بالزبط يعني نرجع لخبرية 11 مليار ليش على وقت الرئيس سانيورة ما بدون يقعوا بزيت القضية ما بدون يقعوا بزيت القضية يعني هاي دي قضية لازم نعمم نشرع كل الانفاق من بعد 2005 إلى اليوم هذا كان عطول أنا بطالب فيها أنه ليش بدي يكون فيه إيدو إجر بدنا نأمن مرة الماضي 8900 للوزير السفدي اليوم بدنا نأمن للوزير الخليل وطيبوا ليش قبل ما بدنا نأمن للوزراء ليش عم بيكون شتي وصيف تتحت سقف واحد الإدارة مش استنسبية لهالسبب هيدا يعني مصفية عنوان أنه سرقوا 11 مليار دولار هو كلام كاذب ما بيلمس الحقيقة هلا حقيقة يعني هيدا هيدا الوضع الحقيقة يعني أنك عم بتير هلأ بدنا نعملها بس بطريقة بحونني ما هيك نحن قونانا 10.000 مليار من 22 و 8900 إنما العاب يزيد ما بدوا يأمن إنفاق للوزارات الوزيري اليوم هلأ بيسوا معه حق إنما لازم حل عام عليها هيدا نحن حاضرين لنحل فكرة التشريع نازلين على مجلس النواب لأن الأمور ضغطة وضرورية ومليحة هلأ نحن قبل كل هالمواضيع مطلوب منه كان يعمل موازنة ويقدمها للمجلس النواب ما صارت طيب بس كيف ما صارت هيك ما صارت مش مزاج هيدا لهالسبب مطلوب موازني على مستوى الدولة نعرف إديش بننفق من تشرين نعرف شو بننفق للـ 2016 مثلا مش إنه الشغلة فالتي ما هيدي حالة من التفلط وبدنا نشرع الإنفاق لأ كيف هيدا يعني أدمين عمشك أكيد أدمين عمشك أكتر من ما صرف أنفق زيادة الوزير السفدي قبله وهلأ الوزير عبدو ينفق زيادة ليش تبوا أنفق زيادة الوزارية المتعاقبة من 2005 اللي هي جمعوا 11 مليار يعني مستعملوها بالسياسة حيشكروكم العالم على جهود النيابية يعني إحنا أهمية بما كان أنت نعرف كل هالتركيبة كل هالفساد كل هالتعطيل الإداري هذا سببه تعطيل الدولة من إجاد رئيس جمهورية نتابع معك القسم الأخير أستاذ فهدي بعد توقف الاستراحة الثانية ابقوا معنا مشاهدين نتابع معكم مشاهدين القسم الأخير من كلام بيروت مع النائب فادي الهبر أستاذ فادي ذكرنا بالبداية الحدث كان في مصر والرئيس بره الرئيس تمام سلام وزير الدفاع سامير مقبل أيضا وزير الداخلية كانوا مشاركين في هذا الاحتفال مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأنوار اليوم العنوان بالأحمر مصر تعيشه يوما تاريخيا بافتتاح قناة السويس الجديدة أهمية هذا الحدث صحيح تم التحضير لأله سابقا ولكن في هذه الفترة القياسية أن تقوم مصر بهذا الإنجاز الاقتصادي الصناعي التجاري شو بتقول والتنينية عم بزقفه لإنجاز لحدة تاني على كل حال برهن الرئيس السيسي أنه رجع إذا بدك عتبت الوضع مصر حتى على المسار الستراتيجي الاقتصادي الأمني الحضور الدولي الحضور الدولي لمصر ودورة أكيد دورة دورة صار متقدم بالخليج بالمعية مع دول الخليج التوحد العربي يعني اشتقنا لمصر خلينا نقول إيه فتح القناة اليوم عملت عملت يعني رجعت أول شي لشعب مصر وللمنطقة بشكل أو بآخر للستراتيجي الاقتصادي العالمية يعني هذا قناة منتفع من العالم وأكيد منتفع منها الشعب المصري والدولة المصرية على المستوى الأمني على المستوى استراتيجي على مستوى محاربة الإرهاب كمان يعني إلى جانب الحفظ الافتتاح في كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وتقول صحيفة الحياة أنه كلمة الرئيس المصري لم تخلو من موضوع السياسي وتحديدا بالاستمرار بمحاربة مواجهة الإرهاب وتحديدا أيضا جماعة الإخوان المسلمين وبالتالي موضوع مجابة الفكر الإرهابي كان حاضر هذا الموضوع الذي هو هاجس عند كل الدول يعني أمن واقتصاد وتجارة ولكن موضوع الإرهاب موضوع الإرهاب قال إذا وجدوا على الأرض يحرقون الأرض يعني كلمة كانت صارخة مبارح له السبب أنه يعني يدعو العالم والمصريين إلى محاربة الإرهاب وهو أكيد أسنى على دور شعب مصر بمحاربة الإرهاب وكان في سيناء وأكيد بدوا يمتد الإرهاب يعني بدوا يحاربوا الإرهاب بكل المنطقة على مستوى يعني كمان إزالة مسببات الإرهاب يعني الحكام يلي أو دور الحكام مثل دور السوري يلي استجلب الإرهاب على مستوى السورية المالكة يلي استجلب الإرهاب بالعراق والرئيس الأسد يلي استجلب الإرهاب في سوريا وفي المنطقة وحزب الله كمان دعاهم لعنه بلش يفجر بالضاحية ما قلنيهم بأول حل أول أكيد له اليوم في يعني توحيد ورؤية أوضح على مستوى العالمي رؤية أوضح على مستوى عالمي سي سي دولة مصر عابد عازم على مستوى الدولة العربية والمنطقة والعالم صحيف تسافير اليوم يعني بكل العنوين موجودة ولكن تفردت بالعنوان بالملف السوري تحديدا وحكيت عن هذا الحرك الدائرة في المنطقة الروسية تقول سوريا ملف روسي واليمن سعودي ولبنان لم يحسم وضريف والجبير والمعلم إلى موسكو ولقاء عمان بمباركة الرياض وواشنطن تعب ديكي عن زيارة وزير خارجية سوري وليد المعلم إلى عمان يقال عن دور عماني ما لتقريب أو إجراء هذه المقاربة هذا واضح قلت لك ببداية الحلقة يعني بعد الاتفاق النووي هناك مسار إذا بدك لتحجين التفلط الإيراني وحدة وتوازن عربي إيراني على مستوى الإقليم دولي تركي كلها المواضيع وإذا بدك بداية الحوارات ومفاعل الحوار لتأمين المنطقة على المستوى الأوروبي الروسي الأمريكاني وأكيد في محطة عمان ومحطة قطر نتحدث عن تسوية أم عن صفقة؟ تسوية تسوية رايحة باتجاه تسويات وباتجاه إذا بدك توازنات سعودية إلى دورة ومبين هالشي أكيد روسية إلى دورة دورة أكيد محصور بقوله محصور بسوريا الملف السوري عبد ديره روسية لأن روسية أصلا منسأ مع إسرائيل كذا مرة حكيناها الحكية عندك هون يعني ببداية الحرب السورية راح نسأ مع إسرائيل بداية تحط أمريكا برها وبعدها هي عم يعني صار فيه تقارب بالملفات لتسهيلها أكنا في عمان أو ما بعد قطر على كالحال السيد فهذه في إطار هذه الحركة وهذا الدور الروسي واجتماع ووزراء وتقارب إيراني سعودي نعم أيضا بصحيفة اللواء اليوم كتر الكلام حول موضوع زيارة علي المملوك إلى المملكة العربية السعودية في صحيفة اللواء وبعنوان لافت مصدر سعودي للواء هذه حقيقة زيارة مملوك إلى جدة وتقول أنه الكثير من التحليلات والتسريبات تمت حول هذه الزيارة وما كانت بالرياض هي كانت بجدة وأيضا تشير أنه لا صحة مصدر سعودي يقول للواء لما نشر في بيروت حول هذه الزيارة التي تمت بوساطة روسية لم يتم تطرق إلى إنشاء ملاء حلف رباعي يضم السعودية والأسد وتركيا والأردن لمحاربة الإرهاب والموضوع اللي كانت ليس تسوي على حساب السعودية هو الموضوع تعريط الرئيس بشار الأسد وبالتالي أسباب الإرهاب وين ومش السعودية من يدعم لوجود لتحالف بشار الأسد مع السعودية وتركيا وتحالف الدولي بموضوع ضرب الإرهاب للأسد تحديدا بل كي زيارة المملوك عم بتسهل خروج بشار الأسد من سوريا ما بعد الاتفاق هل كان الاتفاق إذا بدك تقسيم سوريا أو وحدة سوريا بموضوع إذا بدك عملية انتقال السلطة يلي هي رجعنا لجنيف واحد هذا الكلام السعودية رجعنا لجنيف واحد يعني إذا بدك مجلس وزراء اقتلافي وخروج الأسد من سوريا من غير الأسد يعني كل حل رح يكون من خارج وجود بشار الأسد تحديدا إنما يمكنك يأمن وحدة سوريا لكل مكوناتها وهيدا اللعب أقوله أنا ضبط الإقاع الإيراني والتفلط يلي مارسوا كله ما بعد النووي إقاف ولكن في دور إيراني حاصلوا إلو دوروا بالتوازن قبل كان يعني العراق مستباح خسر صار عنده اسمه من العراق كان كل العراق كان كل سوريا صار عندهم 20% من سوريا وكان كل لبنان وهلأ صار معد عندهم بلبنان بالختم في كلام مبارح في صحيفة النهار إنه وزير خارجي محمد جواد ضريف في جولة قرب المنطقة ويزور لبنان مبدئيا الترتاء أو الأربعاء والتالي أيضا في إطار هذا الحراك أنا أقول له إذا هذه زيارة إيجابية ضمن السياسة يلي عبتنشر الإيجابيات ما بعد الاتفاق النووي ومصالح إيران اليوم بإزالة العقوبات هي بدأت مهد بالإيجابية أكان مع السعودية وإن شاء الله مع لبنان مع لبنان للأسف إنه إجا على لبنان يعني لبنان وجهته إيرانية هيدا هيدا الشغل السيئة بالموضوع لأنه هيدا على المستوى الاتصادي مضر حقيقة وعلى المستوى إنما بلك على المستوى السياسي ينفع إن شاء الله خير إنما لبنان ما منقبل يكون واجهة إيرانية هو لبنان واجهة لبنانية أهلة وسهلة بكل العالم وخاصة الخليجيين وللأسف إنه إجا ظرف وهربون هربون سيد حسن شكرا لك أستاذ فادي الهبر عضو قتلة الكتائب اللبنانية على وجودك معنا اليوم شكرا أيضا للمشاهدين على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة